المفصل النظر المفصل النظر المفصل النظر ليس فصلاً دراسياً في مدرسة ولكنها حصة اللغة العربية في أحد مراكز الدروس الخصوصية التي يتوافد عليها مئات الطلبة والطالبات يومياً لتحصيل الدروس في كافة المواد الدراسية بعضهم مثل إسراء الطالبة في الصف الأول الثانوي التي فضلت الذهاب للمركز مكتفية به أما الآخرون مثل إيمان وعمر وماريز ما زالوا يواضبون على الذهاب للمدرسة إلى جانب المركز أنا بحب باجي هنا في السنتر أحسن من مدرسة حسن لأنني هنا بستفاد أحلى مضيعوات في المدرسة باجي السنتر بروحي مدرسة مدرسة برضو من أملويات الدروس الخصوصية مشكلة مزمنة تضع عبءاً مادياً على الأسر المصرية فعلى مدى عقود حاولت الحكومات المتعاقبة حل هذه المشكلة فبعكس الحرب التي شنها وزير التعليم السابق على مراكز الدروس الخصوصية اقترح الوزير الحالي أمام مجلس النواب ترخيص وتقنين المراكز الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً هو غير قانوني وفي نفس الوقت ده حاجة مخلية الواحد طبعاً ما هو شغال مش عارف ممكن النهاردة يحصل إيه بكرة يحصل إيه دي حاجة من نسبة لنا بتبقى مخلية أنا شغال مش مرتاح في نفس الوقت الطالب برضو مش مرتاح أنا ممكن في أي وقت حسيته تتلقي طب مستقبل أنا أعمل فيه إيه المدرسة تفضل مدرسة طول العمر منظومة تعليمية ابني تعلم أصل هي مش المدرسة تعليم بس أنا بعلمه نظام حياة المدرسة أصلا ملهاش دور المدرسة ملهاشة العجال بتتأيد بالاسم هناك وبس بسبب الجدل الذي أثاره المقترح طلب الوزير بحوار مجتمعي لتقنين الدروس الخصوصية التي تصل فاترتها إلى 47 مليار جنيه لا تعلم عنها الحكومة شيئاً مقترحاً استخدام الموارد منها مستقبلاً في رفع رواتب المعلمين ودعم المدارس الحكومية التي تعاني من كثافة الفصول ونقص عدد المعلمين وانخفاض رواتبهم وضمان بيئة تعليمية آمنة خاضعة لرقابة حكومية ولنعلم حجم المشكلة فعدد طلاب المدارس في مصر يصل إلى نحو 25 مليون طالب 90% منهم في مدارس حكومية فيما يصل عدد المعلمين إلى أقل من مليون وبرغم زيادة موازنة التعليم في الموازنة العامة للدولة إلا أنها تظل أقل مما هو مطلوب لخفض العجل في المعلمين أو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية رند أبو العزم العربية القاهرة